الحمد لله الذي وسع كل شيء برحمته وعم كل حي بنعمته لا إله إلا هو خضعة الخلائق لعظمته سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه علامة من علامات يوم القيامة هذا الأمر إذا حدث وظهر بين الناس فإنه مؤذن بخراب حياتهم وفسادها هذا الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وقع وحدث فإنه من علامات يوم القيامة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم نادى على السائل وقال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ضياع الأمانة علامة من علامات يوم القيامة ضياع الأمانة علامة من علامات فساد حياة الناس في دنياهم وده يظهر لما نعرف أن ضياع الأمانة مش المقصوب بيها ضياع الفلوس أو ما هو يعني متبادر إلى الذهن عند كثير من الناس أن الأمانات خاصة بالأموال أو الودائع أو نحو ذلك لا الأمانة بمعناها العام بمعناها الشامل كما قال كثير من الصحابة عن قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظروما جهولا قالوا عن هذه الآية إن الأمانة المقصود بها هي دين الله عز وجل وده نعرف منه إن الأمانة ليست خاصة بالمال وفقط بل كل شيء تحمل الإنسان مسؤوليته في حياته فهو أمانة أي كان نوعه الأمانة هذه كما قلنا من علامات يوم القيامة الأمانة هذه لما نزل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منتصرا وكانت للكعبة مفاتيح لهذا البيت الحرام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في داخل الكعبة وكان مفتاح الكعبة مع رجل اسمه عثمان بن طلحة هذا الرجل أسلم بعد ذلك ولم يكن مسلما في هذا التوقيت ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ليأخذ منه مفاتيح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم فرفض أن يعطيها له فأخذها منه قوة وجبرا عنه وأعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في البيت الحرام ليصلي داخل الكعبة بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس بن عبد المطالب وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا الحجابة مع السقاية بن هاشم بن النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضلهم وما يتفاخرون به بين القبال أنهم كانوا يسكون الحجيج فأرادوا أن يجمعوا فخرا وشرفا فوق هذا أن يكون معهم مفاتيح البيت الحرام يكون هم الحجبة لهذا البيت للكعبة فأراد أن يأخذ هذا المفتاح ليكون مع بني النبي صلى الله عليه وسلم وعائلته وقومه فنزل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة وردها إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه أرضاه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي فيكم يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم وبالفعل مفاتيح الكعبة حتى يومنا هذا في ذرية سيدنا عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه امتثالا لوصية النبي ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال بل وأمر كألا تخن أحدا قد خانكه فقال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فلا ترد الإساءة بالإساءة وليست الخيانة من صفات المؤمنين الخيانة هذه علامة من علامات نقص الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له كما قلنا الأمانة ليست خاصة بالأموال أو بالودائع وفقط كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود عدد أصنافا من المسؤوليات على الإنسان فقال رضي الله عنه وأرضاه أيها الناس إن الصلاة أمانة وإن الوضوء أمانة والكيل أمانة والوزن أمانة وعد أشياء كلها من الأمانات ثم قال وأشد ذلك الودائع يعني الودائع المالية التي نعرفها جميعا فبدنك أمانة وأولادك أمانة وكل ما أنت مسؤول عنه أمانة أمام الله عز وجل سيحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه فأد الأمانات إلى أصحابها ورد الحقوق إلى مستحقيها فإن هذه الأمانة أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل أيا كان نوعها أيا كان نوع هذه الأمانة فحافظ عليها وأد حقها وأعد للسؤال جوابا أمام الله عز وجل فما أنت مسؤول عنه ستحاسب عليه أمام الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحفاظ على الأمانات اللهم آمين وأن يرزقنا الصبر عليها وأن نؤديها كما أمرنا بحقوقها كاملة غير منقوصة اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته